من الزمانية كنت تصيرون عصير لماذا؟ لتدريبة ومسحلون دامون هكذا يستذكير أبو جوزيف بن الخامسة والتسعين عاما كيف كان يساعد أبناء بلدته عند إحيائهم ليالي عاشوراء لمسيحيين نبطية نظرة خاصة إلى عاشوراء فهم أبناء بلدة انتفضت في وجه العدو الإسرائيلي عام 1983 1983 عندما منعهم هذا العدو من إقامة المسرحية العاشورائية التقليدية محاولا المرور بقافلة عسكرية في وسط الحشود وجود المسيحيين في المدينة يعود إلى أكثر من 400 سنة فالدير لا يزال موجودا كذلك الكنيسة والمدارس وهناك حي لهم يعرف بحي المسيحي نشأوا في أجواء إحياء عاشوراء منذ سنوات طويلة حتى باتت تقليدا لدى كثير منهم في موسم عاشوراء مش بس الأبناء الجنوب يجو بجوكتار ولكن نحن لنا شعور خاص هيدا بايتنا والمناسبة عندنا نحن منشارك فيها لأن الحسين لألن نحن أولاد بايتنا وعشناها من صغرنا لعاشوراء وكل سنة يعني منحفظها ومنجدد معها ومنشارك فيها من يوم موعينا إلى هلأ نحن بياتنا قبل منينا ونحن من بعضهم وولادنا كمان نفس الشي ننزل نمشي بالمسيرة في سيرة عاشوراء يحكى أن مسيحيا يدعى جون قاتل مع الحسين واستشهد بين يديه كما يحيي مسيحيو عدد من البلدان العربية هذه الذكرى مشبهين ما جرى بكربلاء بدرب جلجولة السيد المسيح كما وصف المفكر السوري أنتوان بارا في كتابه الحسين في الفكر المسيحي في صدر المسيحية صلب مجنون روما نيرون تلميذي السيد المسيح بطرس وبولوس عقابا لهما على إدخال المسيحية إلى روما وكذلك فعل يزيد بالإمام الحسين هناك من الناحية الروحية هناك تشابه بين الثورة المسيحية وبين الثورة الحسينية من حيث أن هاتين الثورتين هما اللتان أعطياء المعنى الروحي والإنساني للانتفاضات الثورية المحقة في انتفاضاتها أو ثوراتها على الظلم يسوع المسيح أخذ عدل أكثر لأنه خضع لمحاكمة الإمام الحسين لسوء الحظ لم يحصل على محاكمة لا ثورية ولا غير ثورية الطوائف نعمة والطائفية نقبة هذا ما قاله السيد موسى الصدر فمشهد الخور في مسجد والشيخ في كنيسة يعكس المعنى الحقيقي للأديان السماوية السمحة